استعرض رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام الدولي الدكتور طارق المخيزيم التقرير السنوي لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي وخلال مؤتمر صحفي قال إن المستشفى حققت نتائج إيجابية العام الفائت والتي تمثلت في زيادة صاف الربح إلى 1.417.000 دينار فضلا عن زيادة إجمالي إرادة عمليات التشغيل من 17 مليون دينار في 2008 إلى 21.988.000 دينار العام الفائت مصلطا الضوء على الخطط المستقبلية للمستشفى هناك بعض المشاريع الاستمارية الجاري تنفيذها أولا جاري العمل على استكمال وحدة القصطرة للقلب وجراحة القلب لعام 2010 ثانيا زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة العناية المركزة ثالثا جاري العمل على تحديث الديكور الداخلي للصيدلية الحالية لتتناسب مع عدد المراجعين الحالي رابعا جاري العمل على تحديث قسم الأمراض الجلدية بمبنى المسينة التابعة للشركة خامسا جاري العمل على تحديث الديكور الداخلي لعيادة جراحة التجميل سادسا أن مستشفى السلام يسعى إلى نيل شهادة الاعتماد الكندي الدولي وذلك من خلال تحقيق وتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين نوعية الخدمة المقدمة لعملهم